الدرس 1 تربية إسلامية المستوى السنة الأولى من التعليم الأساسية نوع الدرس هدي قرآنية اسم الدرس الفاتحة أهلا بكم أصدقائي لا شك أنكم شارعتم في تعلم القرآن الكريم بالمدرسة لذلك نلتقي اليوم لنتعلم سورة الفاتحة مع صديقتنا الصغيرة لمياء فهيا نتابع الحكاية لنستكشف المعاني ونستخلص العبرة تهيئة سمعت لمياء أباها يتلو آيات من القرآن الكريم فتأثرت وقالت لقد أخبرتنا المعلمة أننا سندرس سورة الفاتحة فهل لا علمتني إياها يا أبي؟ طبعا يا بنيتي هيا رددي معي يتلو بتأن عضوح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جميل ما قرأت يا أبي لكني لم أفهم هذا الكلام حسنا يا بنيتي هذه السورة اسمها الفاتحة لأنها أول سورة يبدأ بها المصحف وأول ما نتلوه من الكتاب العزيز وأول ما يفتتح به المسلم صلاته رائع إذن لابد أن لهذه السورة فوائد كثيرة لما نقرأها أحسنت يا بنيتي هي سورة عظيمة في معانيها وثوابها المعاني الآية واحد تبدأ السورة بحمد الله وشكره على نعمه الكثيرة الآية اثنان هو الرحمن الرحيم أي وسعت رحمته كل شيء الآية ثلاثة وهو الذي بيده نيقات يوم القيامة الآية أربعة الإنسان يخص الله وحده بالعبادة وطلب العون والمساعدة نطلب من الله أن يدلنا إلى عمل الخير ويرشدنا إلى الأعمال الصالحة الآية خمسة التي يرضى بها علينا الآيتان ستة وسبعة نلتمس من الله أن يجعلنا من الصالحين الذين رضي عنهم وأسبغ نعمه عليهم وأن يبعد عننا الأشرار الحفظ نشاط واحد سمعت الأم ما يدور من حوار بين لمياء وأبيها فأعدت بطاقات كتبت فيها آيات سورة الفاتحة بخط واضح ثم قالت لابنتها خذي هذه البطاقات الملونة سنقرأها معا ونعيد ترتيبها كما في السورة تماما هكذا تناولت البنت من أمها البطاقات ووضعتها أمامها على المكتب دنا منها أبوها وقال فكرة حسنة سأقرأ لك الآيات واحدة واحدة وأنت رتبيها هيا لنبدأ اهدنا الصراط المستقيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم أخذت البنت تنظر إلى السورة حينا ثم تقلب النظر في البطاقات حينا آخر فهمت الأم مقصد البنت فقالت لها وهي تشير إلى بداية السورة انظري إلى الكتابة كيف تكتب الآية الأولى بها أربع كلمات هل وجدت البطاقة التي تشبهها؟ قلبت البنت النظر مرات عديدة وهي تتفرس في البطاقات والسورة مرات وتكرارا ثم صاحت وجدتها؟ نعم تشبهها إنها البطاقة البرتقالية اقرأيها لي يا أمي لو سمحت طبعا هيا قولي معي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين هتف الأب قائلا رائع أحسنتي يا ابنتي هيا لنجد بقية الآيات وهكذا أخذت لمياء تكتشف السورة آية آية حتى توصلت لترتيب كل البطاقات هكذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعيد أصدقائي قراءة الآيات عدة مرات مع لمياء النشاط 2 قدم الأب للمياء أقراصا كتب عليها أرقاما مشوشة من 1 إلى 7 وقال لها الآن ضعي الرقم المناسب أمام كل آية أجابت البنت ببراءة لم أفهم يا أبي اقرأي الآية الأولى الحمد لله رب العالمين حسنا هذه هي الآية رقم واحد ابحثي عن الرقم واحد وضعيه أمام البطاقة الأولى لعبة مسلية أليس كذلك؟ آه فهمت يا أبي دعني أكمل اللعبة وحدي سأنجح ابتسم الوالدان وهما يراقبان لمياء وهي تنتقل بين الأرقام تارة والجمل تارة أخرى حتى أنهت العمل بنجاح والآن حان دوركم أصدقائي هيا نوصل الأرقام بالآيات المناسبة 1-6-5-2-7-4-3 أحسنتم هذا هو الحل 1- الحمد لله رب العالمين 2- الرحمن الرحيم 3- مالك يوم الدين 4- إياك نعبد وإياك نستعين 5- إهدنا الصراط المستقيم 6- صراط الذين أنعمت عليهم 7- غير المغضوب عليهم ولا الضالين بعد أن حفظت لمياء السورة وسمعتها لوالديها أراد الأب أن يتأكد من حفظ ابنته فعمد إلى السورة وغطى بعض الآيات وقدمها لابنته قائلا هل لك أن تقرأ علينا ما كتب في هذه اللوحة؟ تأملت البنت اللوحة وقالت هناك آيات مغطات لا يمكن أن أراها نعم عليك أن تعرفيها اقرأ صديقي كامل السورة هل عرفت كل الآيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين ابحث معلمياء عن الآيات الناقصة في سورة الفاتحة ما رأيك الآن؟ هل حفظت كل السورة؟ إن لا فها هي أمامك أعد قراءتها مع أحد أفراد عائلتك أو أصدقائك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اطبع سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ترجمة نانسي قنقر